صباح الخير النهاردة هنعمل مشروب حمص الشام مشروب رائع وطبعا أشهر مشروب عندنا في الشتاء قدي جميل طعمه حلو ريحته حلوة ولونه جميل جدا ياريت تجربوه بالطريقة اللي هنعملها النهاردة أضمن وأحسن بكتير من أي حمص شام ممكن نشتريه من برا في البداية هننقع الحمص يعني من 4 إلى 5 ساعات لحد ما الحباية تنفش معانا وحجمها يزيد بالضبط كده زي ما احنا متعودين ننقع الفول أو أي بكليات عننا بعد ما الحباية كده تزيد وتنفش هنغير لها المية ونحط لها مية نظيفة وهنحط عليها غزارتين متقطعين شرايح حوالي 3-4 طماطمات كده وحطتها عليها كمان 3 وراءات من اللورة نص معلقة من الفلفل الأسود ونص معلقة كمان من بابريكا وقطعت معها لمونة كل المناكهات الطبيعية دي هتخلي شربة حمص الشام عندنا ولا أطعم من كده طعم ولون وريحة في منتهى الجمال حطيت عليها كمان نص معلقة من الملح ونص معلقة من الكمون هي دي التوابل اللي موجودة أكيد عندنا كلنا هنحطها في البداية قبل ما نبدأ نغلي الشربة بتاعتنا أو حمص الشام وهنحطه على نار عالية في البداية وبعد كده هنهدي عليه شوية ونسيبه يستيبه براحته إذا حسينا إن المية قلت عليه من وقت للتاني كده بنبص عليه بنزوده مية سقخنا يعني مجد مية بمجد مية كده لحد ما تحسوا إن الحباية ستوت لما تضغطوا عليها كده بقي ديكو تلاقيوا الحباية بقي الطرية يعني ينفع تتاكل هياخد معنا بقى إيه ساعتين ثلاثة المهمة في النهاية هتستوي معنا وهيبقى منظرها وشكلها رائع زي ما انتم شايفين كده ميتها جميلة جدا واللون طبيعي بدون أي بقى إضافات إحنا مش عارفينها ولا ضمنينها قد إيه جميل وبالذات مقامل نزلات البرد يعني ده مع عصرة لمون يا جماعة وشوية شطة يدينا أحلى حمص شام ممكن نشربه عايزاكوا تجربوه بالطريقة دي ودعوه لي حلوة قوي هيدفكوا في البرد ولو عندنا شوية برد ولا حاجة مقاوم جيد جدا ومضد طبيعي لنزلات البرد لونه حلو وميته لونها جميل زي ما انتم شايفين لونها الوردي الرائع ده بالهنا والشيخة لكم إن شاء الله لما تعملوها ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد على خير استنوني ولوليكم أي تعليق أو طلبات اكتبوها اللي في الكومنت بتقابل إن شاء الله قريب في أمان الله سلام عليكم اشتركوا في القناة